طيب بتخلينا أقول لك الاسلوجان كان ما تخافش على أهلي بعد 700 حلقة وانت واحد من علامات الأهلي التاريخية وبين قدك الصحة وطولة العمر خفت على أهلي لا أخشى على الأهلي إلا من الأهلي من الأهلي ولا أخشى على نفسي إلا من نفسي ولا أخشى على كبريعي وكرمتي إلا من تصرفاتي طول ما الأهلي له نهج وطول ما الأهلي متمسك بقيمه ومبادئه وانطلقاته ومتشبس بيها ما تخافش على الأهلي المسألة ليست بطولات يا أستاذ إبراهيم فقط المسألة أنك أنت نادي جاء ليشع شيئا ما قيم ما يقود قيادة بشكل تفيد مجتمعه وتفيد بلده هو نادي يتتصق مع أهداف بلده باستمرار الكبرى في خلق المواطن الصالح من خلال التمسك بالنهج الصالح هو ده اللي يخليك ما تخافش على الأهلي مسألة ماتش مسألة بطولة مسألة إخفاق مسألة توفيق كله في إيدك وكله يمكن تدارجه تداركه ولعلنا من هذا الكلام عندك فقرات بتتكلم على اللي جاي في عمر الدوري بنقول لكم نحن دائما نتمسك بالأمل نأخذ بالأسباب نؤدي ما علينا وندع الأمور تقودنا إلى التوفيق بإذن الله ترجمة نانسي قنقر